السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصحها جيدة اليوم بإذن الله سنشارك معكم قريشلات أو بريوشة محشي بالشوكولاتة يأتيوا أكثر من رائعين يأتيوا خفاف بزاف واحدة عجينة قطنية يأتي روعة فنتمنى أنكم تجربوهم وطريقة التحضير ديالهم سهلة وبساطة يأتيوا بحلقة محشيين مزيان هكا بالشوكولاتة كيفما كتشوفو كي يجي والداد وزوينين بزافة فبلا منطوع لكم خليكم تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير سنبدأوا بسم الله على بركة الله سنقوم بمكونات والطريقة في نفس الوقت في واحد الإناء سنوضع الجج كيسان الحالي بالنسبة للكأس فالكأس ديال الشاي اللي كي هزلينا مية وخمسين ميلي لتر يعني لدينا المجموعة 300 ميلي لتر من الحاليب وبالنسبة للحاليب سيكون دافئ سنضيف على هذا الحاليب واحدة الملعقة من الخميرة الفورية ثم سنقوم بإضافة نصف كأس من السكر سنضيف واحد الكأس من الدقيق سنخلط هذه المكونات ونغطيهم ونخليهم كيرتاحوا واحد المدة ديال 10 دقائق باش كتفاعلناها كالخميرة مع الخاليب وبعد ما مرات ديك المدة ديال 10 دقائق وكيفما كتشوفوا تفاعلات الخميرة ديالنا مع الخاليب فالان غدي ناخد بيضة بالنسبة لهذا البيضة غدي نضيف فقط بيض البيض للخاليط وبالنسبة للصفار فغدي نحتفظوا به جانبا باش ندهنوا به البريوش ديالنا وكيفما كتشوفوا الآن غدي نقوم بإضافة واحد نصف كأس من الزيت زيت نباتية ما يعدي 70 ميلي لتر وغدي نضيف كذلك واحد صاشي ديال الفانيلا فأنا عندي هنا بودرة الفاني فتقدروا تستعملوا أين كنتوا ما بغينها وغدي نضيف كذلك واحد القبصة من الملح وصافي غدي نخلطوا هاد المكونات وغدي نبدأ في إضافة الدقيق بالنسبة للدقيق كتضيفوه بالتدريج حتى كتجمع معكم العجينة وبالنسبة الكيمية فغدي تحتاجوا من 500 حتى 600 جرام ديال الدقيق وهنا يا كيفما كتلاحظو بعد ما ضفت الكيمية الكافية ديال الدقيق فالقوام ديال العجين كيكون بحال هكا وبالنسبة الكيمية فانا احتاجت الكيمية ديال 550 جرام من الدقيق ما يعادل خمسة ديال كؤوس ونصف غدي نوضع الان هاد العجينة هدي فوق سطح العمل وغدي نضيف عليها فكتكون بحالها كنوعا ما كتلصق شي شوية في اليد غدي نضيف عليها الان واحد الملعقة كبيرة منها الزبدة زبدة تكون نوعية جيدة وتكون كذلك بدرجة حرارة المطبخ باش تنساجم بسرعة مع العجين غدي ندخل هاد الملعقة ديال الزبدة هكا في العجين وفي الاخر كتحصلوا على واحد العجينة لي كيكون القوام ديالها بحال هكا كتكون واحد العجينة اللي هي مطاطية وكتجيب حال هكا طرية بزاف فغدي نضحها في واحد اللي ايناء بحال هكا اللي كنرشوها بالزيت باش ما تلتعصقش وكنولي كذلك نرشها هكا شوية بالزيت من الفوق وغدي نغطيها ونخليها كتختامر حتى كي تضعف الحجم ديالها فما كتاخدش مدة طويلة كتختامر بسرعة لأن الخميرة يعني ديجة خلينها تفاعلات فكتتفاعل في هاد المرة بسرعة وكيف مما كتلاحظو بعدما اختمرت العجينة وضعف الحجم ديالها كمزيان باش كتعطينا نتيجة اللي هي مزيانة فحاولو تخليوها يعني ايه الضعف الحجم ديالها عاد تستعملوها فغدي الان فرغ هاد العجينة هدي ملها واللي فيها وغادي نحاول نقسمها القيطع وملي كنقسم العجين ديالنا كيف مما كتشوفو بحراكة فكنحاولو نشكلوه على شكل كورات بهالطريقة هدي والان كيف مما كتشوفو بعدما ترتمكع على شكل كورات فغادي ناخد واحد القطعه بهالطريقة هدي وغادي نحاول نبسطها واحد شوية فالعجينة هكتجيترية وكتجيزوينة بزف وغادي نوضع فيها واحد القطعه من الشوكولاتة هكا في الوسط وكنحاول نجمع لها هادوك الاطراف بهالطريقة هدي الطريقة اللي سهلة وكتحولو تسدهم مزيان صفي وغادي نضغط عليها هكا في واحد شوية قادها وكنوضحها بصافيحة ديال الفن فالطريقة بسيطة وسهلة وراهم كيجيوا اكتر من رائعين احتى بالنسبة العجينة هنتو ما شوفوا كيفاش كتجي كتجي رائعة بصاف وكتلصق معانا بكل سهولة سوف نستمر بنفس الطريقة سوف نلقع الكيمياء اللي عندي ورجع نتلقا وهنايا بعد ما شكلتهم كيفما كتشوفوا فهذه الكيمياء اللي تحصلت عليها حاولوا تديروها ماكا في اللطا وتديروهم متبعدين لانهم مازل غادي نتفخوا في الفران فالكيمياء حصلت عليها ستاش لحبة سوف نغطيهم وغادي نخليهم كيرتاحوا واحد المدة ديال خمستاش لدقيقة باش هكا كيختمروا فرا كيختمروا بسرعة لان العجينة اختمرت في الاول مزيان ففي هذا الوقت هذا ما كيخطوش مدة طويلة فهانتوا ما لاحظوا معايار الحجم ديالهم هكا كي تغير بعد ما ارتاحوا ديك خمستاش لدقيقة فالان غادي نخد اصفر بيضاء اللي دفت له اللي حيدنا في الاول ضفت عليه شوية ديال قهوة سريعة الدوابان وضفت عليه واحد الملعة من الحليب خلطت الكل وغادي ندهن به الوجه ديال القريشلات وغادي نرشهم من بعد بشوية ديال الجنجلان هكا من الفوق وغادي ندخلهم الفرن بالنسبة للفرن فكتكونوا مصخنينه من قبل كتديروه على ميتين دراجة كنشعلو لهم فقط من الاسفل حتى كيبانونا بانهم يعني يتحمروا من الاسفل هات كنشعلو لهم هكا الفوق باش كيتحمروا من الوجه ديالهم ونفس الشيء بالنسبة القطع المتبقية كندهنها كذلك باصفر البيض لدفتلو كيف ما قلت لكم قهوة سريعة الدوابان مع شوية ديال ملعقة من الحليب فانا قدرت القهوة سريعة الدوابان انها كتحيد هكا ديك السفلية ديال البيض بتدهنو باصفر البيض مع شوية ديال الخل فا يمكن لكم سفي انطلقوا بعد ما نخرجوهم من الفرن وهنا يا كيف ما كتشوفوا بعد ما طيب تلاطة الاولى فكي جي الشكل ديالهم بحل هكا كي جيو زوينين بزاف وكي جيو هكا كطنيين والعجينة ديالهم كي جي اكتر من رائعة هادي نحلكو محيدة بشوفوا الشكل ديالهم من الداخل هانتو ما لاحظوا معايا كيفاش كي جيو هكا ديك الشوكولاتة كتجي فيهم زوينة بزاف وكي جيو ولدات فنتمنى فعلا انكم تجربوهم وبنسبة لعجينة هانتو ما لاحظوا معايا كيفاش كتجي هكا خفيفة وكتجي قطنية بزاف كي جيو فعلا اكتر من رائعين وخلنا عيا شكلكم فيهم ما غدش نوفيهم حقهم وصلنا نهاية الفيديو اطلقوا فيديو قادم مع وصفة اخرى وإلا يجبكم فيديو طبعا شجعوني باللايكات ديالكم اشتركوا في القناة فعلوا جرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات اطلقوا فيديو قادم مع وصفة اخرى دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله